اخ نزار المشكلة الاساسية المؤمنين بيوجوها ايه وعايزين يلاقولها حل ايه ايه الخطيئة شخص امين مخلص مع ربنا عايز يمشي عايز يرضي ربنا لكن بيلاقي نفسه انه تعبان مش عارف يعمل ايه بيقع عنده كتاب يقول روميا تمانية جاء بليها ستة وسبعة وبتتحدث من خلال شخصية بولوس الرسول عن شخص عارف في إصحاح ستة عن ازاي انه في وعود انه عالمين ان انساننا العطيق قد صلب محه عشان يبطل وعندي وعود ان ازاي في الصليب خلاص انا لي الحق ان الرب حسب موضوع الخطيئة عارف ان الكلام ده بس نظري ويجي بقى في الحياة العملية في إصحاح سبعة ويجي انه اكتشف ان فيه سراع انا جوايا فيه قانونين فيه نموسين نفسي اعمل الصالح نفسي ارضي ربنا بس بلاقي فيه اعضائي فيه قانون تاني حاجة الخطيئة الساكنة فيه بتاخدني في حتة تانية ويا ما مؤمنين ويمكن عزيزي المشاهد انت النهارده بتعاني نفس المشكلة دي مخلص وبتحب ربنا عارف ان الرب ده لك نصر عارف ان الرب عايزك تعيش حياة القداسة لكن في نفس الوقت كده بتلاقي نفسك انك متاخد عينيك راح تزوغت ناحية الموضوع ده بقى على طول تحطيت في موقف كده جوزك قصارك طلعتي غضب ومش عارف ام ما مستقتيش مع انك لسه طلع من الكنيسة ومسبحة الرب ويمكن واخد خلوتك وبتصلي وفيه الصراع دوت النتيجة انه ايه بولوس مر بنفس المشكلة دي وصل في نهاية صح 7 بيقول كده واحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت انا تعبت خلاص هفضل ايه لغاية امتى انا قاعدة صارع شوية نفسي اخدم الرب بكل كياني لكن بلاقي نفسي اني بنجز في حاجات تانية بقع في الغلطة دي واقوم وتوب يا رب كده سمحني وباجي وبقول له اخسلني كثيرا من خطيتي وبعترف وناس للأسف مؤمنين ما اكثر المؤمنين اللي عايشين في الدوامة ديت يبقوا فرحانين بالرب يتعزوا الرب يكلمهم وبعديها يقعوا يتنجرفوا بشهوتهم بالخطية وييجوا مكسورين يعترفوا قدام الرب ييجوا يقولوا لرب سمحنا وبعديها يقوموا يتمتعوا بغفرانه وبحبه والسايكل الدوامة حبة فوق وحبة تحت حبة فوق وحبة تحت ودي كانت على فكرة قصة بس مش مجالنا ندخله قصة شعب الله في سفر القضاء هي دي حياتهم بالطريقة دي ييجي العلاق العظيم في روميا تمانية عزيز المشاهد لو انت دي حياتك اللي كنا بنحكي عليه دوت هو ده اللي كنت بتمر بيه العلاق في روميا تمانية موسيقى موسيقى